النهاردة بقى حضرتك هل الامر يتوقف ان ده هذا الحد لا عموم المصريين كلهم لابد ان هم يدفعوا التمن في ايه في الشراء والبيع في كل السلع الغذائية والكهربائية ادوات منزقات ساعتك ارتفاع في اسعار بعض الثلاجات يصل الى 7000 جنيه لم انا حياء معرفشي انا فجيت من اسعار الثلاجات يعني 25000 جنيه كان ب17000 وصل سعرها 5000 جنيه وقال لك دلوقتي الجماعة التجار بيحط دايما سعر اضافي على السلعة من حوالي 7000 او 3000 يعني على اجهزة كهربائية في الحقيقة كان اريد بص الاحد الزقائي والزملائي هو بيجهز بنته فبيصغرب جدا انه راح يشتري تلاجة لها اصعدة تلاجات اللي ب70000 وتمئين الف وتسعين الف تلاجات ايه دي تلاجات ايه سبعين الف وتمئين الف سنة معلش عفوا حتى تلاجة ايوم 27000 دي كم ادم دي للنهاردة الواحد هيروح يجهز بنته ولا ولا حتى هيغير تلاجة ادي اسعار نار في الاجهزة كربائية اسعار يعني يعني ده الله يكون فيهم بقى اي حد حيتجوز نهاردة بنته ولا ولا ولد ولا حاجة يعني ده عشان يجيب تلاجة وغسالة ولا مش عاربه تجهز دي اخش بمئة الف ولدسة ما جابش حاجة ما جابش حاجة ده تلت بس تلت اجهزة في المطبخ فطبعا الموضوع ان احنا كلنا كل الشعب بدأ يدفع تمنباهز جدا نتاج الوضع الاقتصادي مش بس ساعتك الفلاحين ولا العمال الزيت انا كانت مشكلتي في الحقيقة ان انا في زيت الاكل احسنتوا عارفين ما عليش بالنسبة لالامهات وربات البيوت واهلنا الزيت شيء اساسي ورئيسي والسمنة في المطبخ المصري الزيت والسمنة دول من اساسيات اي مطبخ انا النهاردة لما ريت اسعار الزيت وبدأ بعد كده اشوف اسعار السمنة انا انبهرت سريعا حضرتك انا عرفت ان كيلو الزيت مش كيلو والله 900 مل يعني ب68 جنيه و30 قرش انا مش فاهم طيب قال لكم الابوة اللي هي بتقريبا كيلو و300 جرام دي دي 132 جنيه الابوة 2 كيلو و7 و700 جرام 194 جنيه انا بس حد يقول لي حد عاقل ايه كيلو الزيت ابو 70 جنيه دا يعني ايه كيلو 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 الزيت ب70 جنيه وطبعا موجود زيت صاني معروف طبعا كلنا عارفينه وبقيت العبوات ونفس القصة انما الغريبة المودش هندي كان في السمنة انا بقوله كيلو يعني في علبة 2 كيلو تقريبا 2 كيلو مش ونص حتى دي 151 جنيه في السمنة ولا لا دا زيت والله دا زيت برضو انا عايز انا قريت فانا السمنة اه انا هتقول لك اخوانا السمنة اه هتقول للسمنة الله يكرمكم طب الزيت انا كيلو ب70 لقيت السمنة النهاردة لقيت العلبة اللي الوزن الكيلو ب88 جنيه و60 قرش يعني حوالي 90 جنيه يعني انا نفس افهم لما كيلو الزيت النهاردة كيلو الزيت اعمل 80 جنيه وكيلو السمنة 90 جنيه ولا يستطيع مطبخ مصري كان او غيره ان يمشي بين غير الزيت والسمنة طب يا جماعة يعني احنا هنروع على فين ده هنا فيه عبوات ب500 جنيه عبوة 5 كيلو سجلت 500 جنيه ايه احنا رحينا على فين احنا رحينا على فين انا بكلم على الاكل والشرب انا بكلم على الكل النهاردة بيدفع طيب طب انا شاف ان اعيب نقول نتكلم عن اللحمة بعد زيت والسمنة يعني يعني زيت والسمنة النهاردة لما لايب 80 و90 كيلو زيت السمنة اكلم عن اللحمة لا امبارح كلمتوكو على تصريحات نائب رئيس شعبة القصابين الاستاذ هيثم عدباص فاكن اسمه الله نائب رئيس الغرفة تجارية نائب شعبة الجزارين اللي قالك امبارح هو الراجل وضح يا جماعة احنا عندنا مو فيه مشكلة جامدة جدا جدا في فرع الحيوانية والنهاردة تصريحات صادرة النهاردة بيوضح ان كيلو اللحمة هيوصل على عيد الاطحى يعني خلاص احنا بيكلم على شهر ونص هيقفز وتخطى 500 جنيه وراجل ما قالش كده من باب يعني لا ده هو ما قالك اولا الان الجزارين الجزارين في موظمهم غير راضيين عن وضعه وغير راضيين على صار الحالي كم سال اللحمة الحالي انا النهاردة فجدت ان كنو اللحمة وصل 360 جنيه 360 جنيه ده لسه ما زادش ده لسه الراجل بيقولك ان حيزيد بعد شهر ونص يوصل كل اللحمة 500 جنيه وراجل بيقولك الاسباب بيوضحها لك رقم واحد قالك اولا الاعلاف النظام الحكومة لا يوفر لنا الاعلاف ترتب عليها افل محلات جزارة كتيرة واصبح المعروض قليل ترتب عليها افل مزارع حيوانات ريال الروس الماشية وبالتالي اصبح المعروض اقل رقم تلاتة النتيجة الطبيعية ان ساعتك يباكل الوحمة ب500 جنيه لا فيه علاف ولا فيه مزارع شغالة بقوتها والنهاردة الجزارين موظم حد بتقفل يبقى بالتالي المعروض الاقل هيقدي الى زيادة في السهر هو قالك الكلام ده الراجل قالك وضحه لك طب ايه الحل يا عم هايزم قالك الحل لو فيه دولة تتدخل لو فيه دولة لو عندنا دولة طب الدولة ادخلت قبل كده في ايه عم هايزم في ايه سالة غزائة اكلمت يعني عايز اعرف النظام ده من يوم ما وصل الجنيه خلى قمته امام الدولار بمينس 40 او مينس 50 واصبح الدولار بتلاتين جنيه رسمي في البنك دخلوا في ايه لما السلع شاطط ولعت النظام ده دخل في ايه